أكد وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملة على أهمية توفير التمويل اللازم لمشروعات التحول الطاقي وضرورة التعاون بين الشراكاء في هذا المجال بالإضافة لوضع السياسات للحفاظ على البيئة والإصراع بعمليات إزالة الكربون جاء ذلك خلال الجلسة الثانية من قمة المناخ قبت وانتصاذا بشرب الشيخ تحت عنوان الإصراع في تنفيذ مبادرة إزالة الكربون حيث أكد وزير البترول أن ملف إزالة الكربون يأتي على أولويات أجنتد منتدى غاز شرق المتوسط الذي يتبنى الغاز الطبعي كوقود انتقالي نظيف وأن المنتدى له دور مهم في حلول الطاقة من خلال كيانات يضم من خلالها منتجات مستهلكة عبر دول لنقل الطاقة